بليبيا أعطي الكلمة للسيدة ستفاني خوري شكرا حدث السفير سادة أعضاء مجلس الأمن خلال الشهرين المنصرمين تدهرت الحالة في ليبيا بسرعة من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاستقرار بوجه نعم الأفعال الأحادية من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية في ليبيا زادت من التوترات ومرسخت الانقسام في الدولة وعقدت جهود التوصل إلى حال بالتفاوض وسأصلت الضوء على بعض الأمور يوم التاسع من أب أغسطس الجيش الوطني الليبي تحرك نحو جنوب غربي ليبيا مما أدى إلى قوات غربية إلى الحشد وتأكيد استعدادها لرد على أي هجوم بينما أن الجيش الوطني الليبي بعدها أوضح غرضه في تحريك هذه القوات وهو أن يؤمن الحدود في جنوب غرب البلاد ولكن هذا التحرك ولد توترات في الغرب وزاد من المشاغل لدى جارة ليبيا الجزائر وهذه الأنواع من التحركات الأمنية الأحادية لا يتقتصر على تحرك القوات بين الغرب والشرق ولكن كذلك تحدث بين القوات الغربية والجماعات المسلحة يوم الثالث والعشرين من يوليو القوات منتسبة إلى حكومة الوحدة الوطنية تحركت نحو الغرب بما أدى إلى أن يحشد الجيش الوطني الليبي وجماعات أخرى مسلحة لتسيطر على تلك المنطقة ويوم التاسع من أغسطس اندلعت اشتباكات مسلحة في تجورة في شرق ترابلس بين جماعتين مسلحتين ما أدى إلى ضحايا وجرح وجهود الوساطة المحلية استطاعت أن تهدي الوضع حضرت الرئيس الارزاءات الأحدية من جهات أمنية وسياسية كذلك تقود الاستقرار والمحاولات الأحدية لعزل حاكم البنك المركزي واجهت محاولات للحفاظ عليه والمحاولات لكذلك عزل رئيس الوزراء البيبة وحكومته تقوبلت بمحاولات للحفاظ عليه ومرابع من أغسطس زادت التوترات وعبأت الجماعات المسلحة في سوق الجمعة في ترابلس نفسها بسبب تقارير عن تحرك جماعات المسلحة تسعى إلى السيطرة على البنك المركزي والحالة مرة أخرى هدأت في صباح يوم الخامس عشر من أغسطس ويوم السابع من أغسطس هناك في نتائج التصويت على رئيس المجلس الأعلى للدولة واجه التعون والتصويت على مقاعد نائب رئيسي والمقرر تم تعليقها وهناك تنافس سياسي على معارضة رئيس دبيبة وحكومة الوحدة الوطنية وهما شارك في الجمود الذي أصاب المجلس الأعلى للدولة وأحث المجلس الأعلى للدولة على استسوية هذه المسألة بسرعة كي لا تتدهر الحالة أكثر يوم الثالث عشر من أغسطس بعض عضاء مجلس النواب اجتمعوا في بنغازي وصوتوا على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي حضرت الرئيس السيد أعضاء المجلس الأعلى للغاية الأحادية في المجال الاقتصادي كذلك تؤدي إلى زعزعة الاستقرار فبعد أشهر من جهود وضع ميزانية موحدة في يوم العاشر من يوليو اعتمد مجلس النواب اعتمادا إضافيا قدمته حكومة مجلس النواب الذي شكلها مجلس النواب بصفة أوحادية وهذا أدانه قادة الغرب أضف إلى هذا أن الجهود لتغيير حاكم البنك المركزي جاءت بسبب انتباع لدى القيادات السياسية والأمنية والليبيين عامة في الغرب بأن البنك المركزي يسر الإنفاق في الشرق وليس في الغرب ومع ذلك فقرار أحادي بإغلاق حقل النفط في الشرارة الذي تسيطر عليه القوات الجيش الوطني الليبي أدى إلى أن تعلن شركة النفط الوطنية عن حالة طريقة ووقف للنشاط يوم السابع من أغسطس حدث الرئيس في خضام كل هذا بعثاتنا والدول أعضاء تعمل بنشاط لتهديئة الحالة وفي تفاعل مع القيادات والبيانات العامة شجعت القيادات على الامتناع عن أي جلاءات أحادية تفاقم الوضع وشجعتهم على الحوار والاتزام بالعملية السياسية لإحراز تقدم يخدم المصالح الليبية وكذلك وجهت نفس رسائل في اجتماعاتي الثنائية مع أصحاب المصلحة الليبيين وكخطوة أولى تعمل البعثة من أجل تيسير التهديئة بصفة عامة وتقترح المباحثات لوضع تدبير لبناء الثقة بين الأطرف كي تنتهي الإجراءات الأحدية وكي نهيئ المشهد من أجل استئناف العملية السياسية بين أمور أخرى فهذه التدبير سترمي إلى إنهاء الإجراءات الأحدية والالتزام بذلك واستعادة الثقة في البنك المركزي وضمان أن أي تحرك لجهات حسكرية وأمنية تكون بالتنسيق فيما بينهم لمنع تعبئة من جهات أخرى وكمتابع كذلك استئناف العملية السياسية يحتاج حسن نية من قبل الأطراف المختلفة ونهج منسق بدعم من المجتمع الدولي دعم المجتمع الدولي للجهود الليبية لا غنى عنهم وسأواصل العمل من أجل ذلك من خلال التواصل مع الدبلوماسيين في ليبيا والعواصم بالخارج تحضيراً للمباحثات السياسية وفي شهر الماضي بدأت زيارات لبعض العواصم الإقليمية لمناقشة نهج المنسق يدعم الليبيا والجهود الأمم المتحدة وأعرب كل من تحدثت معه أعرب عن التزامه بدعم البعثة وإضافة إلى عقد هذه البحثات السياسية فالبعثة ستواصل تنشيط أفريقا العاملة في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية والحقوقية فهذا لا غنى عنه وينبغي أن يصاحب المباحثات المتعلقة بتشكيل الحكومة وعقد الانتخابات والبعثة كذلك تعمل مع المجلس الرئاسي وشركاء في الاتحاد الأفريقي لتنشيط عملية المصالح الوطنية وعقد مؤتمر تحت رعاية المجلس الرئاسي حدث الرئيس في هذا السياق الصعب الليبيون العاديون يحاولون المضي قدما بما في ذلك من خلال عمليات ديمقراطية شاملة للجميع رأينا تنشيطا للحزاب السياسية واتحادات العمال والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة كي تدفع بأذكار بناءة تنجح العملية السياسية وبعثتنا تتواصل مع الليبينا وبتنوعاتهم لضمان مشاركة الجميع في تقرير مصير البلاد والانتخابات المحلية تسير قدم المفضية العليا للانتخابات بدعم من البعثة تتخذ الخطوات اللازمة أو تسجيل الناخبين انتهى لستين مجلس انتهت ولياتهم أو لا وشك أن تنتهي بنهاية هذه السنة وحوالي مئتين وعشرة ألف الليبي سجلوا أنفسهم للتصويت يوم الثامن عشر من أغسطس التوزيع بطاقات الاقتراع بدأ بالفعل والانتخابات المحلية توقع أن تكون في منتصف أكتوبر ولكن للأسف مشاركة السيدات تبقى منخفضة ولا تمثل إلى 30% من الناخبين المسجلين وكذلك يقلقني ترشح المرأة للمناصب التي ستنتخب وهناك بعض الجهود لزيادة مشاركة المرأة ولكننا بحاجة إلى مزيد فالنساء تواجه حواجزة كثيرة منها استفزاز وعنف عبر الإنترنت واعتداء لفظي ومعوقات أخرى لإبعادهم عن الترشح والمفاوضية العليا الانتخابات بدعم من الأمم المتحدة تساعد على تعزيز مشاركة المرأة والليبيات كذلك يدعون إلى إنشاء لجنة وطنية لهذا الغرض حدث الرئيس بالانتقال جنوبا فإن المنظمات المتطرفة لازالت موجودة في ليبيا وتستفيد من اتصالاتها بالجريمة المنظمة المحلية وعبر الوطنية هذه الجريمة المنظمة وهذا التطرف والعلاقات بينها أمر يقلق بشدة والأسلحة تدخل إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة وبالنسبة لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون فالبعثة تعمل مع كافة الأطراف في ليبيا وتعمل مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتقديم المساعدة الفنية وتعزيز القدرات كي ننهض بحقوق الإنسان وسيادة القانون وهنا وسعنا في تعاوننا مؤخرا مع الجيش الوطني الليبي وقمنا بتنشيط خطط بناء القدرات ورحبوا بإطلاق صراحة بعض من اعتقل تعسفيا في الغرب والشرق ومنهم أطفال والبعثة كذلك تتواصل مع الجيش الوطني الليبي في حالات الأفراد الذين احتجزوا تعسفا ولكن التحديات كبيرة فهناك قيود لازلت مفروضة على المساحة المدنية واعتقالات تعسفية منها اعتقالات للنساء وأطفال وعمليات اختطاف واختفاء وتعذيب وموت في الحجز واعترافات بالإكراه وكل هذا نسمع عنه من أنحاء ليبيا وتواصلوا بعثتنا الدعوة إلى إطلاق صراحة كله من اعتقل بدون مبرر قانوني وبالنسبة للتطورات في المجال الإنساني يوم السادس عشر من أغسطس شاهدنا الفيضان في جنوب شرق ليبيا ومن بأدى إلى نزوح حوالي خمسة لافة ثمانية شخص وبتنسيق مع الحكومة فين الفديق القطري يرسل المساعدات الإنسانية ومنذ اندلاع القتال في السودان زاد عدد اللاجئين في ليبيا إلى سبعة وتسعين ألف من السودان يوم الحادي عشر من آب أغسطس وأكثرهم يأتون إلى الكفرة حيث الظروف صعبة جدا بالفعل والوصول إلى اللاجئين ضروري من أجل توفير المساعدة وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية وخطة الاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا ليست ممولة إلا بنسبة 21% حدث الرئيس ختاما الوضع القائم لا يمكن أن يدوم ففي غياب المباحثات السياسية ترون إلى أين نتجه فزيادة انقسام وانعدام استقرار والليبيون أحبطوا بالوضع والناس لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف لتلبية احتياجاتهم والكثير يعربون عن خوفهم من الحرب والانجتباكات المسلحة ولا يرون مستقبلا يستطيعون الحياة فيه لو لا يستطيعون التفكير إلى بمحاولة الرحيل هذا غير مقبول والأونس ميل البعثة تركز على المساعي الحميدة من أجل التهدئة وليصون الاستقرار وبناء الثقة بين أهم الأطراف وثلاثة لتحضير للمباحثات السياسية إن التقدم في العملية السياسية هي الأولوية والحفاظ على الاستقرار وأعاول على دعمكم لتحقيق ذلك شكرا للمساهيم ترجمة نانسي قنقر